اشتركوا في القناة يعني ضغط عصبي رهيب يا رب ان شاء الله نتوفق في الشوت داته الرابع ونخلص المباراة في المباراة احنا الحمد لله في اغلب فتراتها احنا الافضل ان شاء الله نكسب باذن الله النهاردة حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى عبارة عن جزئين الجزئ الاول فيه شوية اخبار تخص النشاط الرياضي وخلينا اقول لكم انه احنا خلاص في منتصف الموسم يعني خلاص بقينا يعني اغلب الفرق الرياضية كلها دخلها يا ام على المرحلة التانية يعني او القبل الاخير على حسب كل نظام بطولة وانا معكم يعني في الانترو كده هنتكلم عن موقف الالعاب الجماعية سواء رجال او سيدات بسرعة كده طيب الحلقة التانية او النص التاني من حلقتنا هيبقى طبعا تعرفين كرة اليد خليني الاول اقول المقدمة عشان ضفنا كرة اليد او السياسة اللي بتبنها النادي الاهلي في كرة اليد هي الدفع بالنشئين وهي بناء فريق قوي وهو بتبني الفريق بنحصد البطولات هي دي السياسة فعشان كده النادي الاهلي حط على رأس قطاع النشئين مدرب ليه سمعته ومدرب ليه مهاراته والسكيلز بتاعته مع كرة اليد مدرب مسك الفريق الاول حقا معين جزات منهم طوط افريقيا ودوري وكاس وغيره فكان وجود على رأس قطاع النشئين مدير فن قوي يقدر يدير المنظومة دي عشان يتماشى مع سياسة النادي الاهلي وفي الاخر سواء الفريق كبير او النشئين يحققوا السياسة اللي حطتها النادي الاهلي كان لازم يبقى اسم كبير على رأس قطاع النشئين وهو كابتن عاصم حمد كابتن عاصم حمد عينه النادي الاهلي على رأس جهاز النشئين عشان الخطة دي وعشان البلان ده وعشان التوجه ده هنقعد معه النهاردة وهنتكلم عن كل شيء وخطة بتاعته وازاي فيه عندنا دلوقتي فيه تلات لعبين يعني موليد 2000 و2001 تصعدوا مع الفريق الاول في المطشين تاتا اللي فاته وشفناهم وقابلوا بلاء حسن زي فوكس زي لاشين زي سيف كل اللعبة دي لعبة المطشين تاتا اللي فاته وقدوا اداء كويس جدا هنعرف ايه التنصيق اللي ما بينه وما بين كابتنطرق محروس وازاي كل ده ماشي في نفس السياسة النادي الاهلي في الاول قبل ما اروح يعني بنتكلم برضو مع بعض حبا قبل ما اروح لأخبارنا عن الفرقة الجمعية هنبتدي الاول بكرة الياد كرة الياد لعبنا 3 جوالات كسبنا 2 وتعدلنا بواحدة احنا في الدور القبل النهاية يعني فيه دور الاول كان دور ترتيبي 18 فرق لعبه مباريات من دور واحد تأهل 6 فرق اهل زمالك البنك الاهلي سموحة سبورتينج وطلع الجيش دول ال6 فرق اللي تأهلوا للدور الثاني في كرة الياد وكل واحد تلعب بنقاط الفرق بين الاول والتاني نقطة الفرق بين الاول والتاني نقطة واحدة طيب هيلعبوا رايح جاي 6 فرق احنا لعبنا يعني مجمل 10 مباريات النادي الاهلي هيلعب 10 مباريات لعبنا 3 كسبنا في 2 كسبنا سموحة البنك الاهلي كانوا عمل لعبنا وتعدلنا في سبورتينج خارج الديار كان في اسكندري عندنا مباراة قوية جدا مع سبورتينج ان شاء الله بكرة مع طلع الجيش انا اسم مع طلع الجيش بكرة ويوم لتنين مع نادي الزمالك المباريتين دول مهمين جدا 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 النادي طلع الجيش عمل مباراة جمدة جدا مع نادي الزمالك ويخسر في اخر 10 ثواني وايضا النادي الزمالك هو على يعني متصدر الترتيب فاذا المباريتين مهمين جدا عشان تقدر تتصدر الترتيب طب حل فرقتنا حلنا الحمد لله جيد مش وحش عندنا مشاكل في الدفاع شوية ولكن في الهجوم الحمد لله رب العالمين عندنا حلول كتيرة مع الناشئين اللي طلعوا مديين قوة هجومية للفرقة فاذا فرقتنا الحمد لله يعني ممكن نقول 80-90% من افضل حالتها طيب هنلعب العشر مباريات هنترتب 1-2-3-4 الخامس والسادس شكرا الاربع الاوائل هيتطلعوا فوق يلعبوا رايح جاي بناء عليها هتحدد الدور طيب اللي هيطلع الدور النهائي بقى المرحلة التالتة عشان كده بقول حدادكم الدور ينتصف تقريبا لما نروح للدور اللي بعد كده هيبقى خلاص هيبقى فرق نقطة لازم تكسب مبارياتك هيبقى خلاص الحسب فاللي هيطلع اول من الدور التاني ده هيفرق بونت عن اللي وراه فهيريحه هيبقى عنده ممكن يخسر مباراة مش هتعمل له مشكلة فاحنا محتاجين الدور ده عشان كده بقول لكم مباراة طلع الجيش مباراة الزمالك مبارايتين مهمين جدا 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 وكمان المباراة اللي بتاعت بكرة الزمالك رايح لسبورتينج فبرضو اي مفاجآت مع الزمالك هتبقى برضو اكيد فايدة لنادي الاهلي ده وضع كرة اليد بشكل عام هنروح للكرة الطائرة الكرة الطائرة بنلعب دلوقتي كأس مصر انا طبعا هجيب لكم الاخبار بالتفصيل وكل حاجة ولكن انا بديكم اوفر فيو او يعني تصور عام عن الالعاب الجماعية في النادي الاهلي عندنا بالنسبة للكرة الطائرة كرة الطائرة خلصنا الدور الاول خلاص الدور التاني لسه ما ابتدناهوش بس الجدول بتاعه تحط وهيبتدي يا جماعة لو انا غلطان في التواريخ صح حقولي هيبتدي تمانية فبراير هيبتدي تمانية فبراير الدور التاني وهقول لكم هنلعب مين دلوقتي بتلعب الكاس احنا لعبنا دور الـ 32 فوزنا على جزيرة الورد لعبنا دور الـ 16 المباراة اللي احنا كنا زعناها لحضراتكم مع طنطة طلعين دور التمانية ان شاء الله هنقول لحضراتكم اللعب مين يعني بالتفصيل بس انا بديكم اوبر فيو عن المسابقة هنخلص دور التمانية هنطلع بعد كده على الدور التاني بقى في الدوري الدور التاني في الدوري هيبقى سابت وثلاثة هيبقى سابت وثلاثة والجدول برضو تغير يعني انا عجبني اتحاد الكرة الطائرة غير في الدنيا غير في الشكل حاسنا فيه التزام فيه ناش شغالة يعني القرارات اللي بتطلع والجدول اللي بتنزل دي بتدل ان فيه ناس قاعدة بتزاكر وقاعدة بتفكر تعمل ايه احسن حاجة في الدوري المحلي طيب هنقول مثلا عندنا يوم تمانية فبراير سابت وثلاثة بس كل الفرق هتلعب على ملعب واحد مش هيخليك تلعب زي دوري قبل كده ماتشف ملعبي وماتشف ملعبك لا لا يعني مثلا يوم السابت مثلا يعني يبقى في نادي الشرق الدخان كله متجمع هناك بلعب مبارايته نفس الكلام في فترة من الفترة تبقى افصلت النادي على المباراة او جولة من الجولات بتلعب على صالة بحيث ان هو ما يبقاش فيه تشتيت يبقى كله متركز في صالة واحدة هنلعب مع مين احنا طبعا طلعنا مع فرقتين معنا من المجموعة هنرد نلعب على فرقتين طلع معنا سبورتنج وطلع معنا هليوبلس دول الفرقتين طلعوا معنا الفرقتين اللي طلعوا من ناحية التانية اجتلاع الجيش بتروجيت مصر البترول التلات فرق دول هنلعبهم رايح جاي بس مش في ملعبنا وملعبهم لا كل المباراة راح جاي يعني راح جاي اسما انما هي في الحقيقة احنا نلعب في ملعب من الملعب يوم سبت ويوم ثلاث ست مباراة نتمنى ان شاء الله زي ما كسبنا في التصفيات 3-0 هنكسب فيه الدور ده عشان نعتلي القمة ليه لان احنا ست فرقه ست فرق التلاتة اللي طلعين من عندنا والتلاتة اللي طلعين من هناك بقينها ست هياخدوا اربعة بس ومن المجموعة التانية لان احنا كانت دورة اربعة مجموعات ضم كانوا اربعة بنلعب بعد كده طلع اول توالد اول تلاتة ضم المجموعتين على بعض بقينها مجموعتين دلوقتي المجموعتين دول كل مجموعة ياخد من كل مجموعة اربع فرق هيبقى تمانية ونلعب بست اوف تري زي مين زي الباسكتبول في دور الثمانية الأول يلعب الثامن والتاني يلعب الثامن وهكذا وعلى فكرة النظام ده منتبع في أوروبا في كرة الطائرة في كرة الطائرة يعني النظام مش قديم مش جديد مش مش تحدث موجود طيب وبعد كده هنلعب الأدوار القصية دي فأنت عندك فرصة لما تقول أنا كسبت X من الفرق يبقى أنا كسبته لأنني لعبته 3-4 مطشات أو 5 مطشات بعد كده يبقى فيه بيستو 5 بس أيا كان أنت الأقدر لما تكسب 2 من 3 يبقى أنت الأقدر مش مباراة زي مباراة الكاس فإذن اللي هياخد الدولة السنة دي لازم هيبقى فرقة محترمة وعندها سكواد كويس طيب وضع فرقتنا ايه أنا بديكم شكل عام عن الدولة وبعد كده بتكلم عن وضع الفرقة وضع الفرقة أخبره ايه وضع الفرقة الحمد لله إحنا كويسين جدا إصابتنا قليلة عندنا عبه بس هو اللي عنده رشح في الرجبة وبي يرجع شفنا سعودي المباراة اللي فاتت رجع شفنا كان عندنا عادل مصاب ورجع فإذن ما عندناش غير لعب واحد دلوقتي شفنا معاود ورجع شفنا قضب قضب كان أول مباراة ليه ليه المباراة اللي فاتت فالفرقة بشكل عام جيدة وحالتنا الحمد لله كويسة ربنا بس يكفينا شر الكورونا اللي ماشي يا كده في كل الفرق بتطيح يعني بهوب بتلاقي العيب ولا اتنين وقعوا منك فهو ده الخفك برنامى كأسابات ما عندناش غير لعب ورشح في الرجبة وبيعمل تقوياته وبياخد الأدوية بقى اللي بتتاخد عشان إزالة الرشح وإن شاء الله أتصور إنه في المباراة اللي جانا لأتيجي مباراة اللي جاء ايه مع كأس مصر إن شاء الله في دور التمانية وللكم مع مين وفهم ده بكرة الطيران نروح لكرة السلة كرة السلة الحمد لله السنة دي في رضا عام من جمهور النادي الأهلي عن كرة السلة يمكن كنا دايما دايما نقرب في الصفحات ومع جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا دايما بيبقى في حالة من عدم الرضا كده عن فرق الباسكت ولكن السنة دي الحمد لله في حالة من الرضا حالة الرضا دي جات من اين أولا جات من انضباط من النتائج طبعا النتائج أول حاجة بعد كده الانضباط بعد كده الفرقة بقى ليها شكل وقوام وبقى ليها سكواد وبقى معروف مين مكان مين ومين خرج مين بالرغم ان الفرقة خدت خبطات يعني الفرقة تعرضت لصدمات بعد البطولة العربية او بطولة المرتبط صدمات من العيار الصحية غياب اتنين فجأة مروان سرحان واحمد حمدي في مركز اربعة فطبعا انت اصلا في المركز ده بتعاني والاتنين دوله صفقتين جايين في سنتين وراء بعد عشان تدعم المركز ده يقوم المركز ده يفضل بدأت تلعب بالعيبة من المركز تاني في المركز ده عمل لك مشكلة في مبارات مبارات التأميل خسرتها وعملك مشكلة في مبارات الاتحاد عندنا في الملعب وبرده خسرتها لو تاخدوا بالكو المباراتين دول كان قبل تدعمات اللي جات اضطرنا بيستر اجوست مش يعمل ايه يرجع العدوي يوسف اسم مصبوصة يوسف المعداوي انا اسف يوسف المعداوي اعذروني انا انا بتكلم عن ستي فرق بالعبتة فأسقط مني اسم كده عذروني يوسف المعداوي كان طلع عرف طنطة جرجعناه ودينا مكانه سيف صلاح هم على فكرة سيف كمان في طنطة بس احنا رجعناه ودينا ده مكانه عشان نفضي مكان اتعاقدنا مع احمد اسمعيل القادم من الدول السعودي ويبقى كده في مركز اربعة ميسيت احمد اسمعيل انه بنعب في مركزين خمسة واربعة. يعني أحمد إسماعيل ما شاء الله عليه. خمسة واربعة. وما شاء الله عليه لعب مبارتين وجاله كورونا. فيعني يعني بقول لكم دايما كورونا دي يعني لعب مبارتين كويسين جدي. منهم مبارتين الزمالك في الزمالك. لعبة حلو جدا. وأدى وعمل عليه. فأحمد إسماعيل صفقة مشدوجة. إنه بيلعب اربعة يعني ممكن تحطه جنب عمار طارق. بيبقى صعب الشوق الاسماشي فترات وممكن تحطه جنب مثلا سيف سامير أيوة ممكن تحطه يعني في الملعب خفيف وممكن تحطه تقيل فأحمد إسماعيل كان صفقتين جم بقول لكم الخبطات اللي تعرضنا ليه طبعا إصابات في وسط وانت ماشي بقى قول يعني حدس ولا حرج عمر الجند شوية على عمر طريق شوية على تومسون جاله كورونا برضو فالفرقة بتاخد صدمات أنا بتهيق لي مفيش فرقة في الدوري خدت الصدمات دي في الدوري السوبر زيها ومع ذلك متصدري الترتيب طيب وحالة الردة دي جات منين جات من ثلاث بطولات اللي احنا خدناهم كان في ثلاث بطولات احنا دخلناهم خدناهم بطولة القاهرة من غير الدوليين وقدرنا ننفوس فيها ودخلنا بعد كده على بطولة عربية وكسبنا نادي الاتحاد فقبل النهاية نروح بعد كده وكويت كويت في الكويت في الفاينال وروحنا بعد كده على دوري المرتبط وكسبناها الحمد لله في احنا السوبر والسوبر مع كل الصدمات دي احنا متصدرين الجدول بس عندنا مباراة جاية هتكلمكم عنها في الاخبار مباراة جاية مهمة كده خلصنا الرجال يد وطايرة وسل هنخش على السيدات اليد اليد برضو لعبه كان مجموعتين كل مجموعة عشر فرق لعبنا رايح جاي طبعا ده بالسيدات كرة يد سيدات واتاخد اول تلاتة من كل مجموعة بقنا ستة الدور الاول خلص ده راحة حلوة محترمة كده والراحة لسه مكملة معنا شوي يعني الراحة ليه بقى لان فيه منتخب ناشئات هلعب في الفترة دي 2002 و2004 عندهم بتوط افريقيا وده اتجاه حلو بدأنا هو نسمع تاني ان الناشئات بيشاركوا في افريقيا يعني بدأ اللجنة دي بدأت تدخل لان انا حقيقة كنا دايما بالنادي بدا انا مستغرب عندنا فريق قوي جدا الرجال سيدات مش عندنا فريق مثلا عندنا زيرو مفيش مفيش فريق يعني رجال رابع عالم سيدات مفيش طب ازاي فقا هو كده فاللجنة اللي جات بدأت تفكر وبدأت تشتغل وبدأت تدخل واحدة واحدة بتعملها ايه 2002 و2004 لعبوا افريقيا هيبقى زي نوال المنتخب الكبير هياخد احسن مجموعة من دي هيعمل منتخب كبير ويجيب اللعبة او اللعبات الخبرة ونعمل قوام لمنتخب مصر ونتوكل على الله ونشتغل فيه امكانيات فيه امكانيات دعم هتاخد دعمك التحاد قوي بيقدر يخش بيجيب موارد عنده طب ليه ما يبقاش عندنا فريق سيدات وده اللي حصل هنبتدي في مارس وقال لكم بالتفصيل الدور اللي بعد كده ومع مين والفرق ايه بس انا بديكوا كده برضو اوبر فيه واحنا لغادي الوقت هنتمرن الفرقة كلها هتتمرن كابتني حيوسف بيمرن فتنس وتمرين في الملعب واحدة واحدة عشان ايه يخش على الدور التاني احنا قلنا هنبقى ثلاث دوار الدور الاول خلاص خلص الدور التاني اللي احنا فيه ست فرق وبعد كده هطلع اربع فرق من الستة نفس الرجال هيلعبوا دورتين مجمعتين او رايح جاي عشان يحددوا البطل احنا دلوقتي البنات متأخرين شوية غير الولاد عشان فيه بطولات ناشئات افريقيا هنروح لفريق الطايرة سيدات ترى سيدات حدسوا لحرج بنحطة من الارقام ماشيين كويس جدا يعني مباريات وراء بعض عدين هيمكن الثمانين فوز دلوقتي او الاربعة وتمانين فوز مرحين على المية فوز متواصل الحمد لله بالشكل العام كده بإذنك يا رب احنا فرقين كتير جدا على قرب منافس لنا لو الصيد او الشمس احنا فرقين كتير يعني الحمد لله عندنا سكوات كويس وعندنا فرقة كويس الاختبار الحقيقي الفرقة دي ممكن يكون في افريقيا وبطول العربية انما في الدوري ان شاء الله بإذنك يا رب محسوم وكابتر الحمد الصافي ما بلعبش على كده بالعكس هو عامل سكوات محترم جدا بيتمرانه رافع الحمل التدريبي في الدوري اتصور كسبنا الصيد ما فيش مشكلة الشمس ما فيش مشكلة ما فيش غير فرقة واحدة خدت مننا شوط واحد وهي الصيد فقط انما غير كله كله بعد كده ثلاث صف ففريق الطائرة دايما دايما ان شاء الله في المقدمة مريحنا ومهد عصابنا خالص هنروح على كرة السلة سيدات الدور الاول خلص زي ما قلت لحضراتكم في الادوار الترتبية طيب ايه الوضع الاول بتشارك فيه تلات فرقة احنا الاهلي وهليوبلس وسبورتين زي ما نتشارك كل فرقة كسبنا التانية يعني هليوبلس كسب سبورتين سبورتين كسبنا احنا كسبنا هليوبلس التلات فرقة كسبنين بعض فكله زي بعض فيه توقف وهنرجع تاني على الدور هبتدي يستقنف طيب احنا الوضع يمتب في الاخبار اقول لكم كل حاجة بس يمتب والموعيد مع الاخبار يعني انما هنستقنف بقى بعد كده مهم جدا نخش اول او تاني عشان ما نصطدمش ببعض في قبل النهائي عشان ما يبقاش نهائي مبكر لو الفريق البطل او الفرقة الجامدة خد التالت او رابع يبقى كده كده لتوشب بعض في قبل النهائي فما نتمناش لا نتمنى ان احنا نوصل ان شاء الله احنا وسبورتينج ده لانو وضع الطبيعي سوء اليوبس جامد طبعا ما فيش شك بس هو اقوى في رئيتنا على الساحة دلوقتي هما الاهل وسبورتينج في كرة السلة سيدات ده من الاخر كده اوفر فيو عن الست فرق اعذروا لنا ونسيت حاجة انا على قد ما بقدر يعني بحاول اجمع لحضراتكم خليني اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع عشان نطمن برضو على مصر وكده بوار وكمان عشان نرجع لحضراتكم نستاني في الاخبار ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد هنروح لاخبارنا ونبتدي بكرة اليد رجال ان شاء الله عندنا مباراة طلاقع الجيش بكرة بإذن الرحمن الساعة السادسة على صالة الامير عبدالله الفصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في وصفة الترتيب 12 نقطة وطلاقع الجيش بييكي في المركز الرابع برصيد 6 ونص نقطة الاهلي كان كسبان البنك الاهلي في الجولة التالتة بنتيجة 35 و 22 اما طلاقع الجيش في خسر من الزمالك زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة 31-30 بس انا هنا عايز اوضح حاجة انه طبعا عندنا مباراة كورت القدم هتبقى في الساعة 5 فتقريبا المباراة في نفس المعاد فكنا نتمنى يعني ان المباراة تبقى في المعاد تانية عشان حتى جمهور النادي الاهلي يقدر يتابع فرقة كلها ولكن هنا في تعارض مباراة للأهلي واسموحها بكرة ان شاء الله في كورت القدم هتبقى الساعة 5 ومباراة كورت اليد الساعة 6 فالموضوع هيكون صعب حتى احنا مش هنقدر نزيق المباراة فنتمنى بعد كده يكون او نتاخد ده في الاعتبار في حط جداول المباراة بحيث ان احنا ما نحرمش جماهير النادي الاهلي من مشاهدة الفرقة المختلفة طيب هنروح لكرة اليد سيدات زي ما قلنا في البداية انه خلاص الجدول اتحطوا وقاعدين شوية احنا مع بعض في الفترة التوقف والدورة هيستقنى بتاني 11 مارس همريتكلم في شهر حواري 50 يوم تقريبا تقريبا اه او 45 يوم في ريتنا هتبدأ المشوار ده بمواجهة نادي الجزيرة يوم 11 مارس على صوارة مركز شباب الجزيرة اللي هو ملعب نادي الجزيرة طيب الست فرقة اللي قلت لحضراتكم اقوله لكم يعني اقولكم عليها في الخبر هما الاهل الجزيرة الزمالك سبورتينج الطيران الشمس الست فرقة دولة اتأهلوا من 20 فرقة 3 يمين و 3 شمال 3 المجموعة فيها 10 فرق و 3 المجموعة فيها 10 فرق تأهل الستة طيب اول مباراة ليلة مع الجزيرة هنلعب رايح جاي يعني احنا بنتكلم في 10 مباريات وبعد كده هطلع 4 هيلعبوا كل فريق 6 مباراة يعني فاضل 16 مباراة لكل فرقة في السيدات وخلينا اقول لكم بدلها هيوصل يعني اللي هيكمل في الاربع لفوق يباله 16 مباراة والرجال نفس الكلام 16 بس احنا لابنا منهم 3 ففضل 13 مباراة كل التوفيق لكرة 3 سواء رجال او سيدات خلينا روح للخبر اللي بعد كده احنا قلنا طبعا ان كرة السلة خلاص فضلهم مباراة الاتحاد هيسفروا بكرة ان شاء الله عشان يلاقوا الاتحاد يوم الجمعة القادم باذن الله مستر جوستي بوش هيعمل تمرينة بكرة خفيفة وبعد كده هتتوجه على اسكندرية عشان الجولة الاخيرة اللي 14 عشان نقل يقل الاتحاد احنا في صدارة الترتيب 24 نقطة بيجي الاتحاد 20 نقطة ولكن لابد من الفوز على الاتحاد حتى نحتفظ بالصدارة طب النادي الاهلي راح يعمل ايه راح يكسب اسمعوا مني مفيش حاجة اسمعه اصلا احسن ما فيش الحسابات دي عندي النادي الاهلي كل الناس مسك وراء وقلم وقام يتقول لك مين هيبقى اول ومين هيلعب مش عارف مين فقبل النهائي ومين هيلعب مين احنا ما فيش الكلام ده عندنا النادي الاهلي رايح يكسب نجحنا نكسب بنبقى مبسوطين جدا غير كده برضو بنقاتل النهائي ما فيش اي مشكلة خالص فما نقعدش نشغل بالنا اصلا الاول هيقابل مين انت ما تعرفش نتاج التاني افد انت كسبت وطاعت اول واللي هناك مش عارف حصل له ايه فما طلعش ايه فما ترفش بكرة في ايه فالنادي الاهلي دايما بيروح يكسب وانا شايف ان المباراة اللي فاتت كان اتحاد لعب الجزيرة يعني خسر عشر بنت 80-70 بس عايز اقول حاجة يعني انا بصت على النتائج كده يظل الاتحاد هو اقوى هجوم وعلى فكرة مش فرق عنا بكتير احنا تاني اقوى هجوم فرق 14 نقطة يعني ده 1085 باين واحنا 1071 حاجة زي كده يعني احنا الفرقتين لمعدين الالف فاحنا هجمنا قوي قوي جدا مع الخبطات اللي حصلت احنا هجمنا قوي طب دفاعيا نادي الجزيرة اقوى دفاع ثم احنا الفرق دي الفرق ما جيش 7-10 بنت يعني لو يعني بالورقة والقلم كده انت تعتبر يعني مش بالورقة والقلم نقول اعتباريا انت تعتبر اقوى دفاع واقوى هجوم الفرق البسيطة دي لان احنا اكتر فرقة يعني تلقت صدمات ولكن زمانتوا شايفين كده عشان نوريكم مطش مصر للتأمين اللي في ملعبنا قدر الله ما شاء فعل طبعا بس لو لا الخبطات اللي اخدناها لو كنا كسبنا المطش ده وكان في المتناول يعني ما كانش نقول مثلا مطش صعب جدا يعني نكسبه كان زماننا دلوقتي اول الدورة بصرف النظر عن مباراة ما تحايا سكندري يعني كان زماننا خسرين مباراة ولتحايا سكندري خسرين ثلاثة فخلاص كيبقى حص القضية القام وكنا نروح نلعب ولكن قدر الله ما شاء فعل الخسارة دي برضو بتعلمنا ان احنا او خلتنا نفكر في مشاكلنا ايه وتخلينا نفكر يعني في الحلول وكان النتيجة ان احنا الحمد لله لمنا نفسنا وبقنا احسن بكتير جدا طيب هنروح لكرة كرة طائرة وانتركوا منها هنلعب دور التمانية هنلعبه مع نادي سبورتنج المباراة هتكون امتى المباراة هتكون يوم يوم ايه يا جماعة يوم الجمعة اللي جاي مباراة سبورتنج يوم الجمعة القادمة مع نادي سبورتنج دور التمانية والمباراة فين في ملعب نادي سبورتنج مباراة صعبة احنا لعبنا سبورتنج اه في المجموعة وكسبنا راح جاي ولكن الكأس الكأس وحزاري من الكأس وطبعا انتم عارفين انا بقول ايه الكأس وموراة الكؤوس يا ما ابطال خرجوا وفرقتنا عارفة كده فمطش سبورتينج هناك مطش يعني اتصور انه مطش صعب جدا لان الكؤوس وما ادراكه ما الكؤوس طبعا بعد ما هنخلص المباراة دي هنركز بقى في القادم وده طبعا جرت محترفنا الامريكي اللي نضم للفرقة والحقيقة معد اداء كويس وانا عايز اتوقف عن الولد ده الحقيقة انه هو ما شاء الله من المحترفين الليفل وان وعن 30 سنة الميزة فيه انه ضارب طبعا جيد وبلوكر كويس ولكن الاجبال انه استقباله جاي جدا انا اول مرة يا جماعة اتفرج عليه بتركيز كان المباراة اللي فاتت مباراة طنطا الولد بيستقبل كويس اوي ودي حاجة كانت كلنا بنفتقدها في كل محترفين دايما المحترفين اللي بيجوا عشان ما كانوش على ليفل جارت ولكن كان الاستقبال بيبقى ضعيف شوي هو بسم الله ما شاء الله استقباله جيد جدا فده هيعلي عندك الناحية الدفاعية يعني يعلي ارقامك في الدفاع بشكل كبير جدا وفي البلوكات والهجوم برضو في اهداء ضافة وده اللي خلى كابتن محمد بيستان حميده يزبر عليه الراجل سافر وتعرض يعني لزروف مرض زوجته وراح ورجع وجيه اصلا متأخر بس مع ذلك هو في شيب كويس في حالة كويسة وكابتن محمد بيستان حميده صابر عليه لانه العيب ملتزم والعيب جيد العيب هجوما ودفاعنا هيفيد الفرقة وهو ده اللي احنا عايزين طيب هنروح لخبر في الكرة الطائرة خبر يعني احنا شايفينه مهم لان الجيل ده او الفرقة دي مهم ان احنا انتبعه فريق الشباب او الناشئ كرة الطائرة الجدول بتاعهم اتحط عشان متولد الجمهورية تحت خمشة سنة الفريق ده فيه لعيبة كويسة اوي مين المجموعة بتاعتنا سيد الدقي الاتحاد سكندري العب ده منهور الناصر لا تبقى يعني غالبا هيبقى ما احنا مصد الدقي هيصعد اول و تاني كل مجموعة الله اعلم انا بقول من وجهة نظري ده جدول اللي اتبعت عن نادي النهاردة هيقى من وجهة نظري احنا شابس كل الاحترام لكل الفرقة عشان بيقولكش كابتنا هيسم انا والله العظيم كل انا بقول من وجهة نظر فنية هيصعد اول و تاني من كل مجموعة للدور اللي بعد كده واللي هيكون مكون من 16 فريق بسم الله و ما شاء الله يعني باريكو فرقة يعني ليه نتابعينه لا يعني سن فيه شغل فرقتنا بكادي كابت الناشق طلعت هدفها والفوز بالبطولة بإذن الله و تقدر تسعى الجاملنا دي الاهلي و يبقوا نواك و يسعى الكرة الطائرة اللي هم يستحقوا نحن نتابعهم كبار و صغرين بنتايجهم الحقيقة هنروح للكرة الطائرة سيدات عندنا مباراة ديلفي في دور 16 في كأس مصر طيب المباراة تتلاقي فيين المباراة هتتلاقي في اسكندرية في نادي صالة بايونيرز اللي هو ملعب ديلفي و في حالة فوز الفريق ان شاء الله هيلعب مين في دور الثمانية الكاسبان من هليوبلس و تحاد اسكندري هليوبلس يلا انا بقول لكم الكنترول هاو برضو رؤية نظر فنية من كتر متابعية للفرقة الفرقة ماشي بشكل مبايز زي ما قلت لحضراتكم احنا في صدرها 33 فوز 33 نقطة من 11 فوز وهي مباراة الدور الأول كلها و بيجي من بعدها نادي سبورتنج 29 نقطة كل التوفيق طبعا لفريق الكرة الطائرة سيداني خبر كمان جاي جدا جنة النهاردة مصطفى عسل لعبنا في مجلة كبيرة جدا مجلة محتلف الاسكواش المجلة دي بتعمل استفتاء كل سنة بتعمل استفتاء لكل سنة عن اكتر افضل لاعب ساعد في العالم او اكتر لاعب يعني احسن لاعب في العالم اختاروا مين لمسم 2021 اختاروا مصطفى عسل والمجلة قالت ان اللاعب الرائع والمثير للجدل طبعا هو يعني لسه صغير فاز باللقب للسنة التانية على التوالي بعد تقلقوا السنة السنة اللي قابليها وفاز بأكتر من لقب يعني ده اللقب التاني دي وكأفضل لاعب في العالم ومين اللي بيصوت في التصويت ده خبراء اللعبة مش متسبة للجمهور مصطفى طبعا زي ما قلت لحضراتكم كان فاز في 21 ببتولة امريكا المفتوحة كأصغر لاعب على مدار التاريخ يفوز ببتولة امريكا المفتوحة وكمان كان أصغر لاعب يفوز ببتولة التمانية كبارة لعبة في مصر خدمتولتين في 2021 احنا نفسنا المؤمنين بمصطفى عسل ما صدقناش اولا ببتولة امريكا دي انا رحتها كاليا الشرف اروحها مرتين مرة 2015 مرة 2016 بس للناشئين الاتنين اتعاملوا في ولاية شمال امريكا فالبطولات دي بتبقى قوية جدا وبييجي كل اللعبة من على مستوى العالم ما بالك بالبطولات الكبار المحترفين البيس ايه المحترفين امريكا بتتعمد يعني انا عايز اقول ان البطولة بتاعت امريكا بقت اقوى بشكل كبير من البطولة انجلترا المفتوحة طب بتقول الكلام دي بنقول ان انجلترا حتى قيود على اللي بيتأهل اللي يروح لازم يبقى رانك ببلده وكلام زي ده طيب افرد لعيب مصاب ومش رانك ما يجيش امريكا لا امريكا اسمها المفتوحة عشان كده تعال يا عم انت عايز تشارك اتفضل تعال فهي مفتوحة فالقماشة اكبر فالمنافسة اكبر ساعات تلاقي لعيبة مش في الرانك وهو بتلاقيهم في دور التمانية هي ده هو ده اللي بيدي اول البطولة لانما ان انجلترا حكمها في عدد حتى الجينيور حتى الزغيرين حكمها بعدد معين يقولك اول اربع رانك في مصر ييجو اول اربع رانك في ايرلندا اول اربع رانك في المانيا في انجلترا طب يا باشا انا كنت مصاب ورجعت لها انت لسه مش في بلدك ما تجيش في انجلترا البطولة لها قيود معينة تحترب لهم قيودهم ولكن امريكا اسمها لبطولة امريكا المفتوحة عشان كده اللي عايز تشارك اتفضل ادفع الاشتراك امريجستريشن تنورنا وتشرفنا يمكن الساعات بتكون التأشير هاي المشكلة بس انا شايف الدنيا يعني ان شاء الله بعد يعني تطعيم بس يعني برضو الدنيا برضو مش اوي بس يعني ايه يعني الدنيا هتفتح ان شاء الله الفترة اللي جاء وفتحت بس نتمنى السلامة لكل اللاعبين انا بتحك طبعا لان يعني زي ما يقوله كورونا مش رحمة لكل طيب هنروح على الكاراتي الكاراتي عندنا ست لعبين تم استدعائهم في قائمة منتخب الكاراتي طبعا النادي الاهلي حدس ولا حرج مين هما الست لعيبة ايا شام نوها عزب ناديا السيد شهد صديق حبيب ادم مريم غب مين بقى رحين لعابوا بطولة ايه رحين لعابوا بطولة سرياس ايه سرياس ايه باسترالي باسبانيا طبعا الكاراتي المصري حدثت نفسه في حتة تانية يعني خسر نجامج جدا انه طبعا خرج من الولمبيات ولكن طبقى بطولات العالم ومش بس بطولات العالم والتمثيل في كل حتة مش بس الموضوع مش محكور مش يعني مش حكرة على الولمبيات ولكن في كل دي بطولة العالم اللي فاتت اللي كانت في دبي فمش حكرة بس على الولمبيات محمد صفوط نجم التنس للأسف تصب كورونا يعني يمكن انا بقول لكم الاخبار ملاحش علاقة بس هي دي بس الحمد لله للاه اصابات كتير بس الحمد لله بشكل عام الوفيات أقل بكتير جدا محمد صفوط لعب منتخبنا الوطن الأول لتنس الأرضي أعلن اصابته بفيروس كورونا الاصابة دي هتمنع محمد صفوط من المشاركة في بطولة شلانجر فرنسا الدولية صفوط تصنيف العالمي دلوقتي من تنس 17 وهو المصنف الأول العربين خلال السنتين الاخرين صفوط كان خرج من التصنيفات المؤهلة لبطولة السرائيل المفتوحة لتنس واللي بتتلعب في الفترة من 17 والحد 30 يناير اللي احنا فيه طيب هنروح للتايكوندو منتخب التايكوندو يصل إلى أمارات في المشاركة في بطولة كأس العرب منتخبنا الوطني الأول لتايكوندو وصل لدولة الإمارات العربية المتحدة عشان يشارك في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية واللي هتتلاقي في الفترة من 3 والحد 6 فبراير اللي جاي بس المنتخب تضم 11 لعب ولعبها هم مين؟ يوسف عصام وحمد وائل وعمر جنيم ورامي عيسى وإحمد راوي وإياد بركات وشهد سامي ومنا طلامت حتو ندين عمر وميسون إهاب وآية محمد ومعهم جاس فني مكون من كابتن أسامة سيد وكابتن محمد مجدي فرفيرو وبيقود البعثة طبعا إداريا المشتشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد التيكوندو من الأععاب اللي دايماً بتجيب مدليات فدايماً نجيب أخبارهم ولازم نخلي أخبارهم دايماً قدام عنينا اختيار تلات مصرين في الاتحاد الدولي للمسرعة هو ده بقى الأخبار اللي ايه اللي بتخلي الواحد ده من يتبسط إن مش بس الكوادر رياضية أيضاً كوادر إدارية الاتحاد المصر المسرعة أعلن اختيار تلات مصرين في مناصب مهمة داخل الاتحاد الدولي لللعبة في الفترة الجاية الثلاثة هم مين الحاكم الدولي اللي هم بشريف حلاوة عضو في لجنة الحكام الدولية بالتحاد الدولي المسرعة الدكتور نبيل الشرباجي أمين سندوق الاتحاد المصر المسرعة عضو باللجنة العلمية بالاتحاد المصري للمسرعة محمد محمود عضو باللجنة المسرعة الشاطئية بالاتحاد الدولي للمسرعة نتمنى كل التوفيق لاتحاد المسرعة وترجع تاني تسابق عهدها مدليات نتائج حاجة مشرفة مصر واحنا وثقين في كده وثقين في الكوادر المصرية خصوصاً عندنا اللعيبة اللي هتحقق إنجازات نقيسهم بس شوية إصلاح إداري أو تصح إداري هتبقى الدنيا زي الفل كده يكون خلصت أخبارنا خلينا نطلع لفاصل عشان نتطمن على المنتخب مصر برضو وعشان نستقبل ضفنا الكابتن عاصم حمد رئيس قطاع الناشئين لكرة اليد في نادي الأهل هنتكلم معاه في كل حاجة انتظرونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد في البداية برحب بكابتن عاصم حمد رئيس قطاع الناشئين الحالي بنادي الأهل وكرة اليد أهلا بيك يا كابتن عاصم أهلا بيك ربنا أخي نور قناة النادي الأهل وحشتنا يا كابت الله يكرمك يعني نعلم حدك ما بتأخرش علينا طبعا بس حدك لك معزة كبيرة وليك تاريخ كبير جدا مع نادي الأهل يا كابتن عاصم ممكن سياسة النادي الأهل دلوقتي واضحة للجميع يعني للقاسي والداني أنه الاعتماد ليس على الصفقات ليس على تدعيم طبعا موجود أنت بجيب صفقات وبيجيب لعيبة جهزة ولكن الأساس هو بناء فريق من الصغار السن يقدروا يعني يبقوا على قمة أو يعتلوا عرش كرة اليد للمدة عشر سنين حدك منذ توليت المسئولية إزاي اشتغلت بحس أن تتحقق هذه الأهداف مصر فنم أنا يمكن إحنا جينا في وقت صعب شوية طبعا بعد سنتين طور كورونا وكده وكتا وكمان كان كابتن طريق محروس كان تولى أمر الفريق الأول بأنه هو نزل بسن اللاعبين وبدأ التغيير في الفريق وكده وبالتالي كان لازم أصلا فريتين لأنه هم المرتبط اللي هم 2002 و2004 لازم كان هو يتولى أمرهم عشان دول بيديفوا نقاط تفرق في مشوار الدوري وكده وبالتالي أنا يعني كنت اتفهمت مع مجلس الدارة النادي وكده بأن كابتن طريق هو المفروض يبقى مسؤول عنهم عشان هو يتولى أمر الفريتين وكده يديفوا ليهم وكده وده وده طبيعي حتى بيحصل في السلة كده آه كده لأنه اللي يتحمل مسؤولية هو أصلا بتاعة ما بقاش في مهما كان حتى إحنا مع بعض متفاهمين وطورة عمرنا مع بعض بستمتحت إشرافه عشان هو المسؤولية ده ده بترجب في الآخر نتائج أو نقط للفريق آه للفريق الأول فالحمد لله يعني ده التفاوم من ذلك الموجود أصلا وبالتالي هو ما خلي بالك كابت اللي حداك مسكهم دلوقتي السنة الجاي وما يبقوا مرتب يعني يعني حداك بتعد للمرحلة اللي جاية آه وبرضو احنا بنلف فلك واحد آه لا مع بعض كلها بتلف كده مع بعض بتلف كده كلها يعني بالزفر فبالتالي جزء الفؤاني ده كان بقى أحنا مفهولنا طوالة من أول 2006 تمام نشيين ونشيئات وكده آه طبعا أول خرار خدناه مع مجلس الدارة اللي أنا مش هستغنى عن أي لعيب ولا حقايم أي لعيب لا حيفضلوا زي ما هم بحيث أن أنا أشوف بنفسي أصلا العيبة بنفسها وهي بتمارس زي مسترواياتها وديها فرصها وكده وبعد نقيم إن شاء الله في آخر السنة آه حتى في التدعيم وكده برضو يعني ما فيش إلا فرواية دعمناها باتنين من مشروع الموهبين بتوع الاتحاد وكده وبتاع لأمه 2006 في مراكز إحنا عندنا في عجز فيها اللي هو البكرايت مثلا في عجز شيئة شؤية مع حراسة المرمى وكده بحيث أنه كمان يتم استعانى بيوم مع 2004 و2002 آه مع 2004 فيبقى فيه الارتباط يبقى انتضامن إن هو يبقى فيه في سايكل واحد آه في سايكل واحد يعني فالسنة دي هي سنة الكلام ده بندي الفرص للسادة المدربين وبندي فرص للعيب إنها تثبت نفسيها ونشوفها كويس قوي وفكرة بماشي إزاي بحيث إن احنا أصلا مبدأ واحد إن احنا طبعا زي ما احنا منتربين طرعونا في النادي الأهلي أنا و هو بتلعب عن منافسة عصلا على طول في مركز أول مركز أول مركز أول يأمك كله متشاهر آه مفيش زار فيها إن شاء الله آه أتمنى إن شاء الله الدنيا تمشي وفقا اللي إحنا رسمينه وحطينه وكده وإن شاء الله يعني نشوف زي ما يقول بداية آه بداية زلعة كويسة كده إن شاء الله مشيت رحمن لحفظ على مركز الأول يعني حضرتك ليك تاريخ كبير مع الفاري الأول وحصلت معها لابطولات يعني ما شاء الله يعني قرية ومحلية وعملت مواسم تاريخية مع النادي الأهلي التجربة دي هل اديتك يعني رؤية واسعة إنت بتقدر تشوف من اللاعب إذا كان يعني شخصيا طبعا اللاعب شخصية وفني مش فني بس ممكن يعلب كويس جدا بس شخصيته ضعيفة في الملعب مش هيقدر أو عنده مهزوز شايف التجربة تحت حضرتك من الفاري الأول فاديتك في المنصب ده في الشك أصلا اللي أنا أصلا من كل تاريخي أصلا مع درجة أو كاريري يعني مع درجة أولى على طول يعني أنا السنية عشان يمكن أنهم كنت في تونس ورجعت متأخر شوية وكده فعشان كده قلت اللي أنا حياة المجلس الدرس نالي كمان وكابت المحمود وكده وبتاع كانوا محتاجين أصلا يعني شكل جديد أصلا وكده فبالتالي حصل بحاوم وده بيتك وده بيتك قبل أن تأخر علي فاني منصبك كده ومسكت الكلام بالنسبة للفرق طبعا أنت أخذ بال حارتك يعني كل مرة أنا بقى مدير فني بقى ماسك درجة أولى ومعايا مدير خطع ناشئين للرجال بس المرة دي أنا ماسك رجال وبنات ناشئين وناشئات ناشئين وناشئات ناشئين وناشئات دول حوالي 17 فرقة تمام حوالي 44 مدرب ودرب وكده ودمرين كل أساسي في أهل مدية نصر آه طبعا كله في أهل مدية نصر إنما بحاول بقدر إمكان أنا معايا طبعا أصلا يعني حقيقة أحب أشكرهم من خلالك يعني وكده كابتن محمد بتوالي كابتن أمجا دويس ده كان مدير فني نادي المعادي بسيدات وده كان مدير فني نادي الوحدة وكده كمان آه في الامرات فالحقيقة آه ناس ليها تاريخ وناس ليها وقبل بالمهمة عشان خطر حضرتك وقبل بالمهمة طبعا عشان خطر معايا وكده وبالتالي هم أمين آه بدور كبير بدور كبير جدا جدا وده اللي يمكن إن شاء الله مشيت رحمن هو بتاع ده آه يخلي الفكر يبقى شامل في كل مع كل الفرق بتاعت الناشين والناشئات وكده آه انت بتلاقيت بتلاقي في حاجات يعني مش متعود عليها طبعا في الدرجة لقول لك لقي حاجات معينة وكده بتحاول تضيف الخبرات دي وهم بيحاول تضيف الخبرات إما خبرات تبقى درجة أولى كلها بتضيفها للعيب الناشئ فبيطلع بيها بيسمحها كويس بياخد باله منها كويس لأنه خد بالك حضرتك برضو خلينا وقعين المخاطرة جامدة انت تبقى ناشئ إلعب في الدرجة الأولى ويبقى رقم اثنين في المركز دي مش سهل انت جربت وعارف الكلام ده كويس قوي رقم واحد لقد لا يحصل له حاجة هيبقى رقم اثنين مرة واحدة ولا عد على الظروف دي ولا عد على الجهاز العصر بتاعه عد على الظروف المنشط دي ولا اي او مرة واحدة اه مفيش حاجة أصلا برضو تصرفات ما حصلش لعد على الكلام فبالتالي اما يكون الخبرات دي بتنقلها من المدربين درجة أولى مباشرة على طول بتنقلها للمدرب وفي نفس الوقت وانت في التمرين او في المنشط بتنقلها للعيب انا اتوقع ان دي بتبقى حاجة كويسة هتضيف أصلا للاعب خبرات كتيرة وتضيف للمدرب كمان مواقف فهم معداش عليها للمدربين الموجودين كلهم مدربين ما عرونش درجة أولى وبالتالي المواقف دي كلها ما عدوش عليها اه اذا بولي حاليا الماتشاط اللي هي الفايصل او الماتشاط نانية برضو ازاي بتاخد فريقك للكلام ده ازاي اللاعب ياخد نفسه هو ان هو من خلال الكلام ده ومن خلال مجموع اللاعبين يوصل لمستقل كويسة مش من خلال الفردي بس يعني ده الكلام ده كله طبعا ده بيضيف أصلا للمكان عشان كده يعني اتوقع ان شاء الله مشيط الرحمن على آخر السنة ربنا يسهل ان شاء الله ونحصد حقا كويسة ان شاء الله مبروكا كابتن مصر كسبت كودي فوار سعادنا يعني يمكن ابو جبل صد ضرب الجزاء واحدة من خمسة واحنا سجلنا الخمسة فالحمد لله فوزنا وشف حلوة كابتن ومطشة بقى ان شاء الله بيشنا نحن حددك ان شاء الله في دور التمانية يعني برضو يعني نمشيها بقى كده يا ربنا ان شاء الله منتألف مبروكا كانت ونالف مبروكا لكل مصر كلها يعني حاجة بسطنة وحاجة سعيدة يعني جميلة حقيقة وامر يابو ماتش نهاردة كويس برضو جدا يعني حسن كل مرة بس هو الحقيقة اللي أنا بس عجبه كمية الكلام اللي حوالي المنتخب هو بطولة يعني ما خلاص يعني المنتخب يعني الكلام السلبي آه الكلام السلبي طبعا لازم يكون لسه في المعركة كل في اتجاه واحد على هوان تأييد المنتخب أيا كان أخطاقه يعني وبعد كده بقى يحيينا المورة سبحانه وتحالي وخلي بالك كابتن فيه انتقاد بناء وفيه انتقاد يهد من عزيمة اللعيب على فكرة محمد صلاح قال كده يعني على فكرة ده ملوش علاقة محمد صلاح كان بيتكلم انه بيقول لك ما بتفرجش ولكن ده بيفرق مع العيب بالراحة علينا شوية هو بيقول كده هو الراجل يعني يعني عارف وبيقول ايه وأكيد مرة بالحاجة بالأمور فاني معلش يعني الناس بتنتقل بتنتقل المدرب يعني طبعا أنا أبسط حاجة المدرب حيقولك هو انت عطتني فترة اعداد ده أنا جاي مش هنفطر كذا ده أنا جاي كذا جاي كذا تحاسبني على ايه أنا جاي فترة اعداد وأشركتين على طول فبطرة عربية تمام وحاولت عمل مساءة كويس فبطرة عربية ثلاثة منها داخل بعد كده مش عارفين يعني ممكن أصلا لو انت عندك مبارات خلي بالك كابتل يعني الناس كان بتنتقد مستكروش انه بيلعب اللعيبة في غير مركزها طيب هل اديت وقت انه هو يجرب الحاجات دي ما ممكن كان يجرب الأمور دي انه يعمل مانوفر باللعيبة في مبارات ودي هما ما جايش على كده ما فيش أصلا بقولك شخصيا مبليل انه بعد كده لما لقى ان الموضوع مش متزبط بقى ثلاث مطش النهاردة كل واحد بيلعب في مركزه يعني ما كانش لازمة الانتقاد السلب دايما بس يعني نسخب شوية بس أولك كابتل أنا بتفاقل دايما وحدك يعني برضو أستاذنا في الحتة دي اتفاقل دايما في الستارت الوحش أنا دون عمري كده لما بتدي بتقول أول مطش لي أبقى وحش فيه بس بطولة تبقى طويلة مش بطولة تك 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 ورا بعد كل يوم مطش يعني بطولة ممتدة تالت أسابيع أنا بتفاقل جدا ان انا بتدي الفرقة بمطش وحش هو أنا هفكرك بحاجة هل ينفع تمام فنيا واتقادر بيه كل حاج ان زي جزائر مسلا جزائر واخد بطولة عربية هو ينفع بعد عشرة وثنين احتلعب بنفس المستوى مش يازم في فطرة نزول أصلا للعيبة هو أصلا غلطان ان هو يعمل الكلام ازاي يخش وازاي يخش تاني أصلا البطولة تانية كده فأي فرقة كده بتطلع لمستوى معينة وتلعب بطولة تحلق وقلت العرب قدنا وحش وقلت أفريقية وصلنا النقطة أبعد من كزايا عديها شوية بشوية وزا ما أقول حادثك ان لسه المدرب ما فيش يعني احنا ما سمعناش عن نشاط ودي للمنتخب أو نشاط رسمي ودي دولي أصلا للمنتخب عشان نقول في كزا بازي قاعد ان كل لعيب جاي من سواء لعيب محترف جاي من دوري بطريقة معانة بلعبه معين بستايل معين بحاجة انه يخش جوه الكلام ده كله محتاجة عندك التلاتة التلاتة اللي قدام سواء الوينجين أو راس الحرب التلاتة كل واحد بلعب في دولي شكل سواء مربوش أو مصطفى محمد أو صلاح كل واحد ومين بلعب وهنا ده بيخدم علي مين ومين بيخدم على ده وبيخدم على ده ومين بيتفاهم مع مين كل الكلام ده حاجات كتيرة يعني بالضبط بالراحة ونتمنى ان يعني الفوز النهاردة ده يثبت يعني لا انا اتوقع انه هيدي ثقة للمنتخب ان شاء الله مشيط الرحمن لا واللعيب هتكمل على كده ان شاء الله يعني وهنصطدم بالكاميرو يعني خلي بالحديك صاحبة الارض والملعب والجمهور واخد البوش فطبعا يعني ربنا عينهم بس رأي حدك صح ده ممكن يدي ثقة او يدينا تقري خلينا نقدر نواجه في الأزل اه يقدر ثقة انت خلاص انت من دورك جاي المفوض ان انت تبقى فريق مرشح للبطولة فتقابل اي حد ايا كان بتاع مش ما فيش وخلي بالحديك برضو صدد ابو جبل النهاردة الحقيقة يعني تديله ثقة لان خلي بالك الشناو جاله شد فوضع طبيعية ممكن ما يترش انما اجابي للنهاردة انه يصد كرة ويكون سبب في التأهل دي ممكن تديله نوع من الفرقة انه يدر يشيل لمشاكل الجاية طبعا 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 في الشك معلش احنا طبعا روحنا لقلت القدم بس خلينا نرجع بقى لموضوعنا الاساسي يا كابتن طيب حضرتك شايف انه يعني اللعبين اللي متصعدين يعني دينا فيه تلات لعبين ده موضوع انا عارف انه هو بعيد عن حضرتك بس برضو لازم نتكلم عنه تلات لعبين دلوقتي قدوا اداء كويس جدا سواء فوكس طلع قد اداء كويس جدا وانا شفته في ماتش سبورتينج الحقيقة اختراقاته مهاري جدا جدا عندنا لاشين كنا مفتقدين احنا في النادي الاهلي اللاعب اللي يقدر يصوب من بره التسعة ويبقى راكب الدفاع ونوعية يحيى خالد او نوعية الدرع ما كانش عندنا ده كابتل وكمان سيف التلاتة طلعوا الفريق الاول ما شاء الله يعني الماتشين تلاتة اللي فاتوا لا نجوم سيف قصدك ياسر اه ياسر سيف ياسر سيف التلاتة دول لما طلعوا باسم الله ما شاء الله نجوم دفاعيا وهجوميا شايف يعني شايف ان ده بالنسبة لك مش مش انتصار لنادي الاهلي ان حد يبقى طالع من عندي من ولادي بالشكل ده ولعبهم وما عندهمش الخبرات لسه بالشكل ده يبقى انا ماشي صح لا ما فيش شكة فندم ان هو انت كلما اصلا يعني بتنزي بسن الفريق وبتدي فرص للكلام ده بتبع حاجة كويسة وخصوصا ما تيجي فرص في ماتشات زي دي اصلا ماتش كان ماشي اكوال تقريبا اصلا وكده فدي حاجة كويس واخد بالك برضو هي فرصة للعيب اللي هو موجود ده ان هو يثبت نفسه ان هو يقدر يكمل في حاجات زي دي وكده عشان يثبت نفسه ان هو خلاص بقى لعيب الدرجة الاولى يعني اذا هاكر الاستفادة مش دوجة لللاعب والفرقة لللاعب والفرقة الاتنين هو بيزيد صيخة بنفسه فيقدي اكتر من كده اكتر عشان يثبت نفسه ان هو من اللعيب الاساسية بتاع الفرقة وياخد ادوار اكتر وكده وفي نفس الوقت بيدي صيخة للفرقة ان هو يقدر يكون فيه اوقات معينة محتاجة حد موجود وهو اللي موجود يقدر يشير يقدر يعمل الكلام طب شاف عندنا لعيبة طلع هتقدر يعني زيهم عندنا يعني اجيال واربعد اه طبعا انت عند حضرت مثلا الفين واثنين ما فيها ستة لعيبة في المنتخب و الفين واثنين ده جيل اصلا كسبان تقريبا كل سنين اللي فاتت الدوري وكده وبتاعه والمنافسة كلها يعني طب الفين واربعة الفين وستة والفين واربعة نفس الشيء برضو فيه لعيبة كويسة جدا اصلا فيه اربعة في المنتخب اصلا ومنهم اتنين اتنين في المنتخب وكلهم لعيبة اتساسية انا نقول لها حالك في المنتخب وكده وبالتالي لا انت وانت ده بطمئن عشان كده دايما اه زي ما يقول لها حالك خطاع الناشئين كله يتفرع اصلا في الناشئات او في الناشئين في المرتبط المرتبط هو خلاص ما فيش درجة اولى وبعدين ما يكون في المنتخبات كمان وياخد خبرات الشرك في افريقيا ونهايات ويطلع كاسعانة ونهايات كل ده بيصب في مصلحة الدرجة الاولى ان عندك لعيبة خدت خبرات معاينة تقدر تخشي وكده وبتاعه وبالتالي لا انت الحمد لله خلاصة الفرع المرتبط بتاعتك هي خلاصة نتاجه اصلا في الناشئين وكده وبالتالي هو القادل بتساعد اصلا وبيكون موجود اصلا ويساعد مع اللاعبين اصلا وقادوا خلينا نروح للناشئات بس أستاذ حاجة نطلع الفاصل عزيزي المشاهدين نطلع الفاصل ونرجع لكم من كلامنا مع كابتن عاصم حمد رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي لأهد الكورة اليد ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن عاصم نروح للناشئات الناشئات يمكن برضو الفريق الاول لكورة اليد الناشئات كان مر بفترة برضو فيها ضرب واللي وقف على رجل تاني الناشئات او قطاع الناشئات عندنا في نادي الاهلي ونفس الكلام بالنسبة للمنتخب عندنا السنة دي يمكن من المرات القليلة اللي عندنا فرقتين من ناشئات رحيم توت افريقيا ويدي 2002 و2004 القطاع عندنا مساهم مع الفرقتين بشكل جيد سواء المنتخبات او الفريق الاول ولا لا ما فيش شك اصلا بالنسبة لفريق الاول هو على طول كابتن يحدي يوسف على طول بيستعين بالعيبة من 2002 و2004 بيطلعوا فوق اصلا يعوضوا اصلا معه كده الحرس المرمى كمان على انه يستعين الحرس المرمى لانه عنده اصابات في الحرس المرمى فعلى طول اصلا دايما بمعاه ناس ومنهم واحدة اصلا 2002 اصلا بتبقى معاه كده وبالنسبة للمنتخبات فواهم مićيين حوالي ست لعبة من هنا من المنتخبين اصلا في المنتخبين هيطلعوا افريقيا من ماشيطة رحمان انا انما هو طبعا ما فيش شك الخبرات بتاعت اللاعبات المفروض بتزيد زي ما بتلعب في افريقيا ما بتلعب في الكلام ده وكده احنا هتلع منها السيدات عشان تتحمل بطولة افريقية تكلفة عالية جدا وانت طبعا في منافسات جاندة سواء من توني سواء من زائر ولا من أنجولا وكده فبالتالي انت هتدفع فلوس وانت مش ضامن ان انت تعمل كلام وبالتالي انت ببص حاجة تانية زي الاتحاد ما بص كده المفروض ان من السنة الجاية المفروض عشان عايز يكون منتخب سيدات درجة أولى وكده فهيغير في نظام الدوري وحيغير في نظام الكلام ده وحيعمل عقود للعبات بتوع الدرجة الأولى وكده عشان خطر يبتدي أصلا انه عنده هو بقالو سنتين تقاتل فيه لعبات بتطلع أصلا بتطلع وصل كاس عالم أصلا ولابد فيه وكده وبتاعه ودلوقات عندها خبرات كويسة في الدرجة الأولى في الدرجة الأولى مع اللعبات اللي طلع ناشئة برضو هيلعبه في المنتخباته مع الناس اللي عندها خبرة اتوقع انه ممكن يعمل اه هنستنى شوية طبعا عما ياخده خبرات خبرة دولية قصة تانية خالص في الدرجة الأولى عندنا طبعا بلاد حتى أفريقيا سبقان في حكاية الدرجة الأولى وكده انه انا شايف اصلا طراما ان شاء الله مش يترح من الوزارة حتعين اصلا الاتحاد في الكلام ده والاتحاد عنده اهم حاجة هي المادة لتوفر هو النية يعني نية موجودة احنا 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 بزرطة انا شايف انا شايفه انا شايفه اه اه انما طبعا كان كان دايما النية بتفرم معاها ان انت بتعمل مادة مادة مشترطة من نتيجة بس ما انت معه معه يعني ممكن كابتن الياحيو كان معنا من حلقتين وقال انه هو ما تشترطش نتيجة في الاول مش هتجيب نتيجة لان انت لسه بتكون منتخب ولسه فيه شكل اصرف يعني اربع سنين حطي بلان اربع سنين زي ما الرجال وصلوا اكيد السيدات بس هي بحتاجة صبر بس زي الطائرة كرة طائرة سيدات وكرة كرة السلة سيدات بحتاجة صبر اما هو ده الشرطة اساسي ان انا تصرف لوله زي ما وفع الكلام ده والاتحاد اعتولى امر الكلام ده بشكل ايجابي يعني وانا اتوقع كده ان انا شايف ان خب يوفر معسكراته في مادة quyضة اصلا موجودة في الاتحاد تعمل الكلام ده مجزي الاول يعني الاول كنت بجيب المادة وفقة للمعسكرات وفقة لكده دلوقتي فيه حاجات متوفرة كتيرا اصلا يعني يقدر الاتحاد يعمل الكلام ده وتؤلى امر الكلام ده ان شاء الله ونشوفك لنا يا رب ان شاء الله المنتخب سيدات على مسؤول كويس ان شاء الله بإذن الله كابتن اجي للدوري الدرجة الاولى يمكن احنا في المرحلة دلوقتي اللي هي في الوسط ست فرق بدل عبر رايح جاي لعبنا تلك جولات عندنا مباراة طلع الجيش اللي جاي مباراة نادي الزمالك يوم الاثنين الدول السندي قوي قوي لان يعني كان زمان المنافسة اهل زمالك لو بدلوقتي دخل معك في الائتين تلاتة كمان قويسين بنك الاهلي عمل فرقة محترمة عندك سموحك يمكن كان اصاباتهم كديرة شوية بس دلوقتي هيبقوا احسن شايف الدول السندي ازاي ده يعني فيه فرقة اصلا محتفظة بالمنافسة مع الاهلي والزمالك دايما اصلا بتطلع فولي نادي سبورتينج نادي سموحة السندي البنك الاهلي طالع من الستة كان قبل كده فرقة تانية بتطلع كده انما هي خلاصة المنافسة برضو في اخر دورة مجمعة يعني هو الدولة دولتي هيبقى دورة مجمعة هتحسب هتطلع بالنقط اصلا وفقا للمقبل كده وتطلع الاربع ما هو هو النقط كويسة هو الفرقة ما بين اي يعني الفرق ما بين المنافسين برضو المنافس انت والزمالك اصلا فرق نص نقطة بس تمام كانت اللي هو المطش يعني وكده بس كده هيتطلع بان انت تكسب المبارايتين والله فندم انت تكسب المباراة الاولانية يعني المباراة اللي جاية مهمة طبعا بالنسبة للنادي الاهلي وبعد كده المبارايتين مهمين او على الاقل الله اعلم وفقا لنتيجة المطش اللي جاي بتاع الزمالك هو اللي حيبقى من ماتشي الاولاني هو مهم عشان تفش النهائي تبقى اكوال مع بعض انتو اتنين مع بعض. ولا لقدر الله في حاجة اصلا حد اسمع حاجة. عشان كده الماتشي اللي جاي. اه مهم. ماشية رحمن مع كمان. طبع الجيش بكرة. لأ. اه الجيش طبعا مهم انما بالنسبة النقط اللي هي بتاعت المرتبط. اللي هتضيف اصلا. اه. يعني يعني لسه المرتبط شغال معاه. اهه. مرتبط شغال معاه. اه. عرغت ما تطلع اصلا الرابع دي خلاص ان شاء الله. يعني أنا فاكر المرتبط كان الفترة اللي فاتت بس لا 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 هي يطلع هيجمع الفترة دي أصلا أنا ما أزلنا اللي بيطلع بيطلع بنقطة بنص نقطة كده حاجات بسيطة يعني مش هرية بس المرتبط معي يعني المرتبط يلعب دلوقتي كمان ونتائجه متضافة كمان مع الدرجة اللي أولي طيب المعلومة دي يعني ممكن تغير كتير من شكل البطولة يعني ممكن تغير من شكل الترتيب اللي إحنا فيه دلوقتي لا يست أصلا هيباني كلها بتبقى مع بعضيها يعني كلها. فهيباني اصلا الكلام ده اصلا ان شاء الله. مفيش شكل ماتشي الجيش ماتشي مهم جدا ان شاء الله. مشيت رحمن. وماتشي زمالك طبعا ماتشي مهم جدا. بنان عليهم بقى ممكن تحدي حكاية النقط دي وكده في الدورة المجمعات. تعرف بقى ان انت مطالب ان انت تكسب الماتشين بتوع الزمالك غير الماتشات التانية. ولا تكسب ماتشي واحد. صحيح. ولا تكسب ماتشين ويبقى فيه ماتشي فايصل كمان. ما انت ممكن يبقى ماتشين وماتش فايصل. زي سمالك فاتت. يعني ده يتحدد لسه الايام اللي جاية. ان شاء الله خير. طب كنت تفسر بيه يعني برضو حدك لك يعني خبرة كبيرة جدا قريب من اللاعبين. وطبعا يعني حدك حصلت على بطولات يعني مواسم تاريخية معنات ده. بتفسر بيه جمهورنا دي قالت بيتساءل ساعات اجي في اخر دقيقة او اتنين. ابقى نراكب الماتش. واجي في اخر دقيقة او اتنين ممكن اخسر. ممكن يخش في يا كرة. اه اه. وفي وقت ابقى غير كده خالص. اه 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 اه. حط انا واكسب. هل دي خبرات لعيبة? هل دي محتاجة او سقل اكتر? يعني اتفسر ده بقى كده. بص ساكت رايزة. حديثنا كلما يكلمين في الكلام ده ده. بشكل تاني في الاول ما كلمنا مع بعض. نعم. انا وهي حضرتك قررت ان انت تجدد فريق. تمام. صحيح. اشخاص تانية. لعيبة تانية. وفي نفس الوقت. صغيرين. تنزل بالسن. وده مخاطرة ما بعدها مخاطرة. صحيح. مش غير مأمونة الجانب. وبالتالي حتخيص في الكلام ده اخصان في المتشاطة الحاسمة. هي مش هتظهر اكتر. الله. في المتشاطة العادية. المتشاطة العادية هتلاقي الدنيا ماشي عادي وكده. مفيش احواج جميلة. اه. المستوى فارق كده. انما في المتشاطة الحاسمة. في الادوار الحاسمة. مع الفرق اللي هي بتنفسك في الادوار الحاسمة دي. هتلاقي الدنيا اصلا مش هتلاقيها. سلكة. مش هتلاقيها سلكة. هتلاقي ده ما كان ده. وده ما كان ده. وهل ده هيقدي. زي ما كان ده كان بيقدي. ولا بتاع. فالكلام ده كله لازم بتصبر انت. عشان تحصل الكلام ده. عشان كلا انا قلت حداك في الاول كلمة ايه. هي مخاطرة. تمام. اه تولاها الناديو. تولاها ما بيصدر الناديو كده. اتمنى ان شاء الله يتكتب لها النجاح وكده. وخلي بالك كبتب. بقل خسائر. هي. انا من وجه تنظري بعرفش حداك. موجه تنظري. وقل لي انا وانا غلطة. انا شافنا حتى الان هي نجحة. ليه? اولا احنا عملنا الفكرة دي. ومع ذلك خدنا بطلتين. خدنا بطلت الكأس السنة اللي فاتت ومن الزمالك. وخدنا بطلت ابطال كؤوس في مطلع هزا العالم. ومش كده بس. حتى مباراة السوبر الافريقية. خدنا نقف اخير ثانية. وانا يعني مش هقولي عن المطش اللي بعده. لان طبعا نكون حالة نفسية صعبة وبتاع. مش هحطه ده مقياس. ولكن حتى مع المنافس اللي هو بيلعب بنجوم وانجوم جهزين ودافع وبتاع. مع ذلك احنا ماشيين اكوال. فبرضه حتى الفروق مش كبير دي وجيت نظري. ما راح تقايدني فيها ولا ليك وجيت نظري مختلف. لا انا ما اقايد حالك فيها. لان طالما انت بكل الكلام ده. انت اكوال مع الفرقية المنافس بتاعك. اللي هو اصلا محتفظ بقى دم لايبة وكده وبتاع. فانت اكوال معا بهذا. فده يبقى نتاك كويس. وبداية نجاح اصلا للتجربة اللي هي موجودة وكده. انا ساعات بلاحظ ان هجومات من كل حتة وبتاعه. انت عارفت سوشيل ميديا وكده بتاعه. يا جماعة انتوا فاهمين الدنيا وانا مش فاهمين الدنيا. انت راجل بتمشي اصلا بلايبة دي كزا. والتاني اصلا ماشي كزا. فالعادي والطبيعي ان انت اصلا تلاقي ان في حتة زغيرة. الحتة الزغيرة دي بتنتهي في بطولات معاينة. بتخلص في حاجات معاينة. تمام. بيبانا طبعا. انما في الاخر. النادي ناجح فيه. مش حاجة. مش حاجة يعني مش انت طالع مسلا الرابع مسلا. انت بتبقى منافس لغاية اخر وقت. تمام. الحاجة التانية انت المنافس انت بتنفس معه لغاية اخر وقت ده ما هو باخد بطولة انا باخد بطولة. انا مش هفضل ااخد البطولات كلها. عمر ماندي اي اخد بطولات كلها. يعني فهمها. يعني انا مسلا في سنة من السنين اه خدت ابطالي الكاسيو ابطالي الدوري والسوبر والدوري. وقتر ما سافرتش عشان خطر اه اه كان فيه ساعتها يعني متى كده. هل معنى كده ان انت ساعة جاية المطلورة ملعبين لياخدوا برضو كله. لا بيباكي موسم استثنائية بتاخد كل حاجة بس. لا انت قدامك المنافس برضو ما هو بيجد من نفسه. المنافس نفس الشيء الكلام ده. فبالتالي اه اه هنا ده احسن حاجة اصلا النادي وصلها مواجودة في المنافسة هي هي. نعم. بمنتهى قوة. بمنتهى جدية بمنتهى كل حاجة. في حاجات بتحصل قد رب كده اه احنا لازم هو ده لنستحمله. عشكلة بقول الحالك هي مخاطرة. تمام. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرم اصلا وفيها. وكرم زي ما وقلت في كام بطولة وكده فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتمم النجاح على خير ويكمل إن شاء الله اللعيب الزغارين دي يعني بأمانة مثلا أنا بحب أقف شواء على لاشين لأنه أنا لاشين يعني عجبني جدا بصراحة كابتن معلش أنا بجيب يعني من نظر المشاهد كده لاشين لعيب كويس يعني فلما لقي واحد زي لاشين ده أستطيع اللعيب أوروبي أنا بتكلم بكل أمان وفوكس كمان يعني بصراحة وياسر سيف زي ده وفيه بروميسنج جدا ولعيب وقعد بشكل كبير ما لازم يبقاله غلطة واثنين في بداية حياته كلنا كنا كده حدا كنت لعيب أول ما طلعت كان ليه غلطة اثنين في مطش مهمة تعلمت منها بعد كده بقيت أقوى وقام شاف وبعد كده خلاص بتعدي فأنا شايف إن دي كمة المهنية إن أنا عمل اللعب بهذا الشكل وادفع به واصنعه وبعد كده يقعد عشر اخماش عام سنة بطولات ما فيش شك إن رصيد اللعبين بيزيد بحكم الخبرات واشتراكه تعرضه للمواقف أثناء المباراة تعرضه للضغوط أثناء المباراة الحسمة وكده وبتاع دي بتزيده صلابة وبتزيده ثقة بالنفس وبتزيده أصلا أداء وبتزيده حسن التصرف أكتر وبالتالي هو ده حاجة كويسة وبعدين هي زي ما بيقوله دلوقتي الدنيا الاحتراف إنت ما بتلاقيش أصلا حد كده بتجيب حد منبرر نادي الأهلي بيلعب على مركز واحد هو الأول ما فيش ما فيش خفاء لو إنت نادي بتأدي وخلاص يعني تطلع تضمن تطلع من ستة الأول أنا أقولك ماشي أديها زي ما تأديها إنما هنا لا ما فيش فيها أصلا وبالتالي ده بيسخل اللعيبة أكتر وبيزيدهم مسيخة أكتر إن شاء الله مشتراح منه طيب قولي يا كابتن يعني في تاريخك أصعب بطولة الأبتائي فكر كده شوي أصر بطولة أكتاء أول بطولة أفريقية خدناها كتفة تنجة كان النادي الأهلي كان بقاله حوالي ما كانش بيشارك في بطولة أفريقيا كتير كان بحوالي بقاله عشرين سنة خمس عشر سنة وقالها خد بطولة أفريقيا من أيام جمال شمس الله يرحمه كابتن جمال شمس الله يرحمه يعني كنا خدنا معا بطولة أفريقية وكده وقابليها كان أيام أنا كنت لعب كنا خدنا بطولة أفريقية مع كابتن مصر عباس فطبعاً تعرف الضغطة دي. دي كانت 2014-2014. 2014-2014. كنت انا ريسة اه ريسة يجع اصلاً جاي مازك. لأ اخوانا اقولك بقى قبلها كمان بقى. قبلها كنا اشتراكنا في طولة عربية زي ما بيحصل كده. كرة منتخب مصر. بطولة عربية. اه كرة بطولة عربية وخدنا ثالث. قد ما كنا خدنا ثالث. يعني شاركنا بطولة عربية وخدنا ثالث. وجيت في النادي اتسألت يا عاصم انت حطولة بطولة افريقية وزي كده. تمام فأنا جاي عشان انا اشترك في بطولات. دي اصلاً حاجة. وطولة عربية ما بتودينيش لحتة ولا اي حاجة. انما دي اساس والنادي بقى له مدة اصلاً فانا عايز شارك. عارف وانت بتكلم مع دروة كده كان يقولك ايه يعني كنت تحس ان انت ايه. لأ شاكلهم مش هيشاركوا يعني كده. شاركنا وروحنا وجي معايا اصلاً الاهلي بكله وكل الناس الجنيدي عشان خاطر الكلام ده. وطلق انا بقى هي او بطولة كانت تنضر افريقية. من ساعتها كان الطريق. ها تفتكر فاينال كان مع مين? كان مع الزمالك. كان مع الزمالك. يعني بطولة اتخذت منات الزمالك كان في طولة. اه كان بطولة افريقية. ومين الجيل ده؟ فاكر الجيل اللي كان معه. الجيل ده موجود بقى كان علي زين. كان لسه طالع؟ اه علي زين. لا مكانش لسه طالع. لا 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 كان خلاص بقى. الفيوم 13 كان نجم. يعني الفيوم 13 بيكلب من سبع سنين بعد. لكن علي زين اصلا. من تسع سنين بعد احترف. اه علي زين اصلا. علي زين واسلام واسلام حسن. لا يبقى اه اسلام حسن وكلهم كانوا موجودين يعني. كان موجودة عادي محدودة. اه اه فكلهم كانوا موجودين ومحمد ربيم. في ناس من جلد دولة يرسها موجودة. وجلدها اصلا ابتدا. بس هي يعني زي ما اقول حراكي. الرؤية انت مغلوب ببطولة زي كده بطولة عربية. يبقى انت تخش على بطولة عربية واخد فيها ثالث. وماشتركتش فيه. مشتركتش بقى لك عمر اصلا في البطولات الافريقية وكده وبتاعها محسن حاجة. فبحد ذاتها يعني دي يقى مثل من ساعتها والحمد لله النادي الاهلي اصلا بدأ يشارك في افريقيا وياخدها وينافس بكل البطولات بقى وكده. وابطالة كؤوس وصوبر وكده. انت قبل كده مكنش بتروح. وخلينا اقولك كابتن باردوديمي دي هاميزة يعني هي القرار كان صعب بس المكافئة الربانية كان كبيرة. يعني الفكرة صعوبتها في القرار. ان انت راجع من البطولة عربية واخد ثالث. طبيعي اركن. يعني وعليش انا اسم لغل الرياضة يعني. اركن جمبي بقى خلاص انت هتروح افريقيا اللي هي اقوى. لا انا عايز يشارك. فالقرار نفسه كان صعب والمكافئة الربانية كانت الحمد والبطولة. او اي حد مدرب بيبقى ليه حد ليه بصمة او ليه دور او ليه زي ما يقول جميلة في رقابته بيفضل طول عمره فاكره. حدك كمدرب او مدخلة مجال التدريب مين اللي تدلوا بالفضل. ابصهم العشرة كابتن جمال شامس الله الحمد طبعا. لا الحمد يا حسينين. فيش مفيش شاك كابتن جمال اللي اصلا بنى اجيال سواء في اللاعبين او بنى اجيال في المدربين. تمام انا كابتن جمال طبعا في الشك في اكتر واحد انا انشغلت معه وكده وبتاعه دل بدرجة اولى وكده. فيه كابتن الالفي في كابتن عاصم السعدني. تمام انا التلاتة هما اللي اشغلت معهم في حياتي اصلا واخدت خبرتي كلها منهم. يعني اخدت خبرتي كلها وبدأت ساجل اسمي وكده انا اشغلت معهم كلهم هما التلاتة اصلا. بس انا ليه بقول لك كابتن جمال شامس لانه هو هو الاكبر في حقيقة في كل حاجة. والله يرحمه اصلا كان دايما يعني هو كبير اصلا معنا. انما طبعا كابتن الالفي كمان وكابتن عاصم السعداني حقيقة. كابتن جمال انا ما شفتش حد. بينهم هما تلاتة انا. كابتن جمال شامس انا ما شفتش حد بنحبهش. اه لا لا. اه يعني الراجل ده انا متعملتش معه بس. كابتن جمال شامس كان مفاجأة لنا كلنا يعني وكان صدمة في اصلا. طبعا كان حاجة كان حاجة كتحاجة معهم اصلا في جميع المواقف في جميع التدريبات يعني. ممكن رحيل كابتن جمال شامس كان مفاجأة لنا كلنا يعني وكان صدمة في الوسط. طبعا كان حاجة كتحاجة كبيرة حتى الان. حتى الان الناس فاكروا لي بصمته حتى الان. اه لا حاجة كبيرة طبعا. يعني كان رجل من الرجال. يعني طب هو اول موقف ليه معاك ازاي يعني امتى قالك تعالى هل امتى حدك رح تلطل انا عايز امرا يا كابتن جمال. ولا هو شف فيك حاجة يعني قلنا التفاصيل. يا والله انا ساعتها كنت مسك نادي هليوبليس اول اول سنة ليه تدريب كنت مسك نادي هليوبليس مع كابتن الفي. دي سنة الكام. اه لا اتكر بقى كام. تقريب التصعيم مثلا. تالي هو تصعيم? اه تقريب انا يعني اتكر ليه. كان مع كابتن. كنت انا مع كابتن الفي في نادي هليوبليس وكان فيه صعود وكده وبتاع. ويعني كملت الموسم لغاية قرب اخر وكده. كان كابتن جمال بقى ميسك الاهلي وكان طلب. واما روحت مع كابتن جمال في اول سنة كنت انا والكابتن طريم محروس. يا خبرا. المساعدين بتوع. اه. مساعدين بتوع. عشان كده بقوله عمل اجيال. عشان كده بقوله لك احنا الاتنين كنا في سنة واحدة المساعدين معه. وعيز اقول لحد كابتن طريم محروس. كان قاعد ما كان حضرتك هنا. مشرفني في الستوديو. وقال نفس الكلام. حتى يوميا اصلا كابتن الافي زعل مني وقال لي يا عاصم. قلت له كابتن الافي انا ده النادي الاهلي طبعا عمل ليه طيب. ولازم ااخد خبرة وكده. وبعين انا الحمد لله كنت تولي السنة يعني ماشي كويس كده. فاعزورني وكده وبتاع. فالحمد لله تعالى. كده فانما دي كانت البداية مع كابتن الافي جبيل. وبعد كده بقى يا ربنا اكرم بقى مع كابتن الافي تاني وكده. فحمد الله. طيب اول مهمة ليك الرجل الاول كانت سنة كامل. اول مهمة ليه الرجل الاول يعني السنة بقى ما تذكرش اوي انما برضو كان كابتن جمال موجود. تمام. واسافر السعودية. تمام. وبالتالي هو قبل ما يسافر كانوا عايزين هم يعني النديا سعر بيجيبها لهم خلوا عاصم. كنت انا مدرب معا. تمام. كملت بعد كابتن جمال خدت بقى بطلتين العربيتين من غير الدوليين. كان ساعتنا المنتخب موجود. دكتور حسن مصابة كان موجود. طب ديني بس واحد دولي يا دكتور. دكتور حسن مصابة فيش يا فيش. مرة اعطاني احمد سالم. وكان قاعد اتعور وقاعد في المدرجة فوق. تمام. ومن المنتخب الى العربية من غير الدوليين سافرت بيها. والحمد الله خدتها. يعني بدايتك كرجل اول مع الاهلي. اه اه. كبدايت الرجل اول زي ما قلت لك السنة اللي قضيتها مع نديا اللي وبرس الدرجة اول. لا لا انا بتكلم كرجل اول. اه رجل اول مع الاهلي اه. خدتها من اه. اخدت ساعتها الدولي كمان وكده. وبعد كده كملت بقى خلاص من ساعتها بقى. طب خلينا نعرف اكتر بس هلانت على الفصل لكابتن بعد ايضا. هلانت على الفصل اعلاني. عزيزي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عاصم حمد. انتظرونا هيبقى في كلام جديد ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم الجديد مكملين حوارنا مع كابتن عاصم حمد طبعا رئيس قطاع الناشئين والناشئات بالنادي الاهلي. والاسم الكبير طبعا يعني كمدرب وكلاعب كابتن عاصم هنيجي لتجربة تونس. تجربة تونس كانت احداك مرنت فيها يمكن موسمين او يعني تعريبا. اكيد طلعت بانطباع يعني اولا قيمني التجربة دي على المستوى المهني. بس ما فيش شك ان تجربة كويسة ان انت معنا ان انت تروح تونس في وسط كم من مدربين التوانسة الموجودة. ولاجه كورتيار دي تونسية اللي هي على المستوى افريقيا. تقدم جد منافسة مع المنتحدة طبعا. وكم من اللاعبين اصلا اللي بيطلعوا او كانوا بيطلع اكتر منها. يعني دلوقات احنا عندنا لعبين كتيرة طلعت برا. نعم. لما الاول لعيبات تونسة على طول. برا برا تونس اصنون. بليهم تاريخ اكبر. اه لهم تاريخ ده. وبالتالي عشان كده هتبت اجربة كويسة زادة ان المنافسة هناك قوي. انت عندك اصلا. ما علاقات. عندهم كم فرقة بتنافس. انت عندك مسلا النادي الترجي اساسي طبعا النادي الافريقي الاساسي. عندك. حمامات. 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 ما見ناinent ابيل كده اطلعتها حمامات. ста ثلاث-ثلاث شئول حمامات هتبتين. اخيل ترث افريقيا. كان لكفتال فيها زمال كاو كده. وده اللي خلانيا usual ارجع مع هنادي تايد الزيت. اللي انا خدت بيه بقى الكاس. وخدنا تاني دوري من الترجي. وسهرت الترجي بيه؟ ومشات الترجي. اه ما اوجد تقسف الترجي في النهاي. والتراجي يكسبني أصلا على ماتش برضو فيصل على ماتش الدوري خدنا تاني دوري الحمامات والأفريق والتراجي الحمامات والأفريق والتراجي النجم السحلي أخبروك ولحمي النجم السحلي برضو فالمنافسة أنك قوية وبعدين بقى المنافسة أنك قوية بقى من أن دية كمان لها شعبية وليها شريطة الفنين فبتلاقي الدنيا طبعا مؤلعة أصلا ح quedaك روحت الأول على الحمامات ثلاث شهور وخدت بابت لأفك خدتهم وروحت وبعدين رجعت دفوست الموسم كنت رحت كنت رحت النص الموسم وبعدين رجعت اصلا اشتغلت عادي بقى عادي مع القليل وكده وبتاع وبعدين رحت اما مشيت من سانة يعني مش سانتين بقى من ثلاثين مثلا لحاجة اه نجيت انا كنت في نص الموسم اصلا كنت مشيت وكده فكلموني فروحت تونس على نادي ايه على نادي سائد الزيد بقى طب وعدت مع ودي ايه اه تقريبا عدت موسم بحاله بحاله معاهم خدت اللي هو اللي خدت فيه كياس وخدت فيه ان شاء الله التاني الدوري وكده وده كان مثالي نتيجة هم مكنش متوقعينها هم كانوا خدوا كياس قبلية قبل ما يجي انما الدوري ده ما كانش عمرهم جربوا الفوضة خالص يعني تمام فجربوا التاني وانه حفظوا على كياس وياخدوا للمرة التانية طبعا كان بالنسبة لهم حاجة حاجة حويسة نادي سائد الزيد ده في صفاقص صفاقص دي تعتبر البلد زي ما يقولوا ايه يعني البلد الصناعية بتاعتهم يعني اللي هي اصلا بتنتك وكده فبالتالي هناك الناس كلها اصلا طبعا النيدي اصلا بيبحاولي كلهم من زي من زي النجمة من زي الافريخة من زي كلام ده ناس كلها جمعت على ندبول نتيجة لنتائج بتاعته نعم زي ندبول المصري نتائج اللي خلت الناس تخش الشعبات تانية على طول ده كان بيديك حافظ كويس يعني الحقيقة فالحمد لله التجربك بيس اصلا موسم التاني لا مهمة اصلا مهمة سواقص الموسم التاني انا روحت لادوبك شعرين كان مهمة مهددين بالهبوط بعدما انا مشيت اصلا كده كان مهددين بالهبوط فكلموني ضروري وكده فروت شعرين عساس انه قادوا فوق وانا بيني وبينك اللي بعد كده خدت الخرار اللي انا مش لان كان طبعا كان قسرتي طبعا كان لازم ارجع لها والحاجة التانية كان كورونا بقى بدأت تعمل شغالها جامل جدا 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 وما كنتش قادر اصلا حمل اكتر من كده لانا انا حضرت كورونا عصر كورونا زيت احترضه في تونس تونس اصلا كان في كورونا في الاول عشان كده في الاول كانت وصلت السفر كورونا لان كان لغاية الساعة ثلاثة اولا ما فيش اي محلات بتفتح الا اللي هو البقال اللي هو السور ماركت يعني وكان بتاع الخبز ما فيش ريزار لغاية ساعة دول افتحه لغاية بعد تلاتة ما فيش عشان كده كان زيره كورونا ما فيش حد تكلمه فانت قاعد لوحديك بقى اصلا خلاص بتكلم نفسك وكل واحد قاعد في بيته ما حدش يعرف حد في اي حاجة في اي حاجة بقى وانا قاعد اصلا بقى فكنت دي مدة طويلة حوالي شهرين او ثلاثة عبارة ملاجعة كدهان تاني فكنت بقى كنت تسويتي يعني فقول ليا كابتن يعني تقييمك كدوري عام هل الدوري المصري اقوى ولا الدوري التونسي يعني برضو انا بتكلم على مستوى المنافسة مستوى المسابقة نفسها المسابقة مبريات يعني احنا هنا بنتكلم على فرقتين هما اللي بنفسه وفرقتين دايما بيتاردوا وساعته اليوبلس تخش ساعت بنك الانهل اذا حالك شوفت يعني هناك الاربع فرق بنفسه منافسة حقيقية ولا زي مصر هما فرقتين بس اللي بنفسه لا بصلا هو في الاخر يعني معروف ان دايما الحد بينافس دايما الترجي هو اللي دايما اصلا عاجب كده متنساش برضو السين اللي فاتت كان فيه ازمة مليئة بسبب كورونا وكده لان هما هناك اصلا الاندية ملهاش ميزانيتها خاصة يعني دايما بيبارجال اعمال هما اللي بصرفوا كده فطبعا اما جات كورونا افرت اصلا صرف ورجال اعمال اصلا نفر معانه اه فحصل مشاكل جدا جدا يعني وبالتالي هو كلام انما هما الدوري بتاعهم مفهوش اللي مكانش يعني هما بدأوا يقللونه في حكاية التقاليد اللي مجميع يلعب كله مع بعض وعن يطلع مش عال فيه نافس وعن يطلع بحيس ان تلعب قطة الوقت الممكن من المباراة مكانش كده زمان لا مكانش فيه كده الكلام ده رايح جاي وخلاص اه كان رايح جاي اصلا والغاية دلوقتي تقريبا برضو معظمه كده الا في حاجات بسيطة اه فبالتالي لا هما بالعكس يعني شايفين تقول ما وبعدين خد بالحديتك لو كان على مساوى الدرجة الاولى مساوى الشباب والناشيين وكده هم شافوا هنا في مصر اصلا اللي بيحصل في مصر لا ما يحصلش فيه حتة اه لو هو ازاي بتعمل الدوري بتاعك وتعمل ما جميع وتربطه اصلا ما عندهمش الدوري المربوط بالدرجة الاولى ده بس غريبة كابتالي احنا السنة دي ربطنا فرقتين كان زمان المرتبط حتى في السلة كده بيبقى عمر واحد سن واحد ما هو بقى عشان خطر الاثنين عندهم منتخبات اصلا فلت بتربطه عشان ترفع المستوى عشان خطر منتخبات عشان عبقى عطوا 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 بس هو كان قبل كده بيبقى مرحلة سن داخل لا لا بقى له فترة كان مرحلتين برضو بس لو تفتكل حضرتك كان المرتبط الاولاني يلاعب فرق الدرجة الاولى ومرتبط التاني كان بيلاعب الدرجة الدوري ممتازة وحاجة زي دي كده يعني تمام اللي قال لي يعني تمام مرجو طريقة تاني انما حملها من زمان حول الفكر ده من زمان موجود من زمان تكبر الانديان هتهتم بقتل شيء اخذ بالحضرتك انت الاعداد اللي حصل من زمان واللي انت شغلنا عليه واللي وصلنا بيه كساعة هو الاشياء الغالغة دلوقتي اي مجلس دارة بييجي بيضيف نقط بسيطة او بيعمل حاجة بسيطة انما المنظومة مشية زماهية بفكرها بكل حاجة واذا اللي مساعد ان انت تبقى اليد تبقى عالية فوق تبقى موجودة فوق وعندك لعيبة وعندك لعبة بتطلع وعندك متواجد لعبة بالسمراء انت مش بس يمكن اكتر عدد محترفين موجودين دلوقتي يا كابتن في مصر يعني انا متابعة كنت يد من زمان اكبر عدد من اللاعبين دلوقتي عندنا كتير سنة بره عندنا يحيا اه ما او كانش موجود ويحد الامسافر اهو ما اخد دال حالتك انت اما العالم يسمع انه مصر اول كاس عام شباب مصر تالي كاس عام شباب مصر بلعالم يعني عمзار بتيجب اذا انا بأكدلم كمان بعيد عن درجة الاولى يعني بعيد عن درجة فما يسمع كلام ده اي حد ان يدي لا يبقى مصر شغل قد اه البلد دي فيها هندبول فيها هندبول دولي كمان عمسان وكوية فيبتدي يبص فيبص اليه علي يبص اليه سندي يبص اليه يحيا يبص اليه كلام ده اوكي يعني فيهمنا هراجة ازاي شباب ومنتخبات الفريق الأول بس أنا بقولها حراكي أما تلاقي كل النتائج رايحها في اتجاه واحد ألا هو أن أنت بتنافس في البطولة رايحها حتى بيما فيها كاس عالم بتروح تنافس فيها تمام لدرجة أن أنت تاخدها كمان لا يبقى في لعبة كرة يالدي محترمة هنا وفي لعبة كرة اللي هي وزنها وبالتالي بيبص هنا فبياخد اللعيم أجبتلي على سؤال أنا كنت أسأله ليه اللعيمة بتلعب مع المنتخب كده بكل قوة لأنه الاستفادة طبعا اسم البلد أكيد طبعا اسمه مصر اسم كبير ولكن هي استفادة كمان للعب اللعب مع منتخب مصر لو منتخب مش بس أنه يلعب كويس هو عايز منتخب مصر يعمل نتيجة يحقق نتيجة لأنه لما منتخب مصر يعمل اللي حداك بتقول عليه ده هيتطلب لا أولا معناها عايشة أنا عايزي أقول لحضرتك إحنا كنا نسا بنقول دلوقتي عن منتخب مصر الكورة إنت عندك معروف من أول السنة فترات أعداد المنتخبات معروف من أول السنة المنافسات الشخصية ليهم من زي اللعب والفرق التانية وكسبها عشان ياخدوا خبرات للفرق الأكبر وكده تمام إزاي الدور بتاحهم بمضغوط بأن فيه منافسة جاندة ويطلع مش عارف أول أربعة إيه ويعمل زي الدرجة الأولى بالزبط تمام تعال بقى على النشاط ده إحنا لولا يعني ظروف كورونا وكده إنه ما طول عمره إلا الآن لو حضرتك تلاحز أعداد المنتخب بتاع مصر الأول قبل أي بطولة شوف بتسافر كم بطولة وبتلعب كم دولة بره وبتلعب منتخبات بره إزاي وبتلعب الكلام ده إزاي ده مش موجودة في أي دولة تانية وبالتالي الإعداد الدولي كمان للمنتخبات بيخلي اللعيب أصلا يزداد خبرة ويبعنده يعني إيه يخش ينفس معه لو قدامه هو مش خلف منه ما انت لعيبتك ودي بدل مرة مئة مرة فمش فارع معاه أصلا فأخش لعبك لما نفس الدول فبتلعي الفكر نفسه ده يعني موجود في لعبة جماعية وشغال سنين وربع ديها هو ده اللي بيسخل اللعيب أصلا نعمل لك اللعيب المحترف كابتن والله الوقت مر سريعا معاك كابتن والله إن شاء الله وعايز أولا حداك نورتين وشرفتيني والله يخليك وأنا الحقيقة يعني يمكن أول مرة نتكلم كده بس الحقيقة حداك مدرب صاحب فكر وصاحب رؤية بشكرك شكرا جنزيا ربنا يا خليل شكرا وعلى زواك ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح إن شاء الله إن شاء الله موفرها كابتن بإذن الله عزيزي المشاهدين طبعا مبروك لمصر النهاردة الفوز على كوديفوار والحقيقة أنا استمتعت جدا بحوار كابتن عاصم محمد وإن شاء الله انتظرونا في لقاءات أخرى مع بناجو الأبطال بشكر حضركم على حسن المتابعة شكرا جزيلا